سجلت نسبة القروض الشخصية ارتفاعاً ملحوظاً لتسجل 47% في عام واحد وبحسب البيانات الصادرة عن اتحاد البنوكة التركية فقد زادت القروض النخضية المقدمة بنسبة 36% في أغسطس مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق وبلغت 3 تريليونات و 633 مليار ليرا كما بلغ معدل التحصيلات المراد تصفيتها إلى إجمالية القروض 4.5% ترجمة نانسي قنقر